بالمناسبة طبعا الاهلي ورؤيتك يعني احنا اتكلمنا يمكن في الانترو شوية ان في مشواري حتى مشواري انا كلعب بنمر بعض الظروف الصعبة في مباريات هي اللي بتدينا بوش للبطولة وبتبقى مباراة تفويق شوية للناس كلها يعني الجهاز الفني ولللعيبة بتبقى بتفوق اللعيبة شوية لو فيه نوع من انواع مش هقول لك الغروب لكن نوع من انواع ان اه يعني احنا ماشيين البطولة البطولة سهلة المجموعة سهلة فده بيبقى مهم جدا ان فيه مباراة بتبقى هي اللي بتفوق اللعيبة شوفت المباراة النهاردة المباراة ازاي على الشكل الفني يعني بما اننا احنا في قناة نادي الاهلي فاحنا بنتكلم اصلا يعني من جوة البيت وطالما بنتكلم من جوة البيت هو طبيعي في كل بطولة انت ممكن ما تكسبش كل المطشط لكن المهم انت عندك هدف انا موجود دلوقتي في دور المجموعات دور المجموعات هدفي ان انا اصعد بيبقى هذا في رقم واحد ان اصعد اول لان الاهلي تعود انه يكون اول واعتقد ان احنا لسه بدري احنا يعني بنتكلم في تاني مطش انت كسبان مطش ومعك تلات نقط عندك اربع مطشط تانيين ويمكن ده المسلماني كمان قالوا ان احنا نشتغل على الاربع مطشط تانيين ان احنا هنكسبهم فبالتالي طبيعي ان انت هتيجي في وقت من الوقات ممكن ظروفت عندك ممكن يكون في عدم توفيق ممكن يكون عندك ملاحظات فنية رصدتها كجهاز فني هتبتدي تعدلها الفترة اللي جاية لكن في النهاية النادي الاهلي عمره ما بيقيم بالقطعة وما عندهش حتة ان انا اتبح المجموعة اللي موجودة لا مدرب ولا لعيبة ولا غيره في النهاية هي يعني ده يقف زي ما بنقول في الكرة خلاص وانتهى الامر وبعد كده بنفكر في اللي جاي اعتقد ان المسلماني اكيد عنده ملاحظات والجهاز الفني المعاون له كمان عنده الملاحظات بتاعته هيشتغلوا عليها مع اللاعبين والفترة اللي جاية ان شاء الله تكون افضل والاهلي انا شايف انه برضو ارجع اقول لك الاهلي قدر ان ان شاء الله يصعد اول مجموعة اكيد قدرين طبعا وزي ما بقولك ان شاء الله ده ممكن يدينا دفع اكتر ويدينا فوقان اكتر وان شاء الله انا واثق في لعبتنا ومن شاء الله هيوصلوا بكرة ان شاء الله الساعة 8 الصبح